اسم اخر عايز اشيد بيه النهاردة جدا هو سامسون اكينيولا اللاعب البنيني اللي هو جمة وتم السخرية منه وانه لاعب لا يصلح وانه لاعب ما ينفعش يلعب في فريق كبير زي الزمالك اتبهدل اتبهدل ده ليه عشان مدربين جمع نادي الزمالك ماكنوش عارفين يتعاملوا او يشوفوا امكانياته على فاكا سامسون اكينيولا جوزي جوميز في منتهى 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 الزكاء الراجل ده واضح ان المركز المثالي ليه هو المهاجم التانشي مش مهاجم لوحده يعني يلعبش يعني لازم يلعب مع مهاجم اخر يلعب مع سبيل جزير يلعب مع ناصر منسي بس ملعبش لوحده لما يلعب مع مهاجم اخر ياخب ربيض بيطلع النهاردة الاستلامة بتاعت الكورة اللفة الكرار بطن الرجل في الزاوية في اقصى الزاوية ارضية قوية سريعة لا اما ده مهاجم تيل ده مش ماينفعش يبقى مهاجم بالصدفة يعني ده غير لمسات واستلام واستحواز على الكورة عنده تفاصيل حلوة مش بقولك ان هو مهاجم عظيم بالمناسبة بس مهاجم ما كانش ينفع يقعد عددك الفتر اللي فات دي كلها ويترمي الرمية دي الفتر اللي فات دي كلها نهاردة سامسون لعب 57 دي كان افضل ارقام في كل التشكيل الهجمية نادي الزاوية لك النهاردة انا مسجل هدف عمل تأميرات مفتاحية اتنين تأميراته الصحيحة كانت بنسبة 21% مراوغاته الصحيحة اتنين تدخلاته النجحة الستة قطع الكورة مرة ارقام كل دي ارقام في مهاجمين ما بيعملوش نص الارقام دي بالمازموك انتبقى افضل بس ده مهاجم عامل ارقام كويسة ليه ده مش موجود في تشكيلة الزمالك او ما كانش موجود في تشكيلة الزمالك